بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقه وهذا ثاني درس لنا في السلسلة وفي درس اليوم بيكون برمجة حركة اللاعب ان شاء الله تكونوا جاهزين يلا نبدأ بسم الله نفتح لينتي وزي ما تشوفون هذا اخر شيء سونا في الدرس اللي راح هذا لاعبنا المكعب الازرق وهذه الارضية لو تلاحظون لو رفعنا اللاعب شوية فوق وبدأنا اللعبة اللاعب ما ينزل تحت ما فيه اي جاذبية عشان نضيف جاذبية للعب نروح نضيف component physics rigid body او للاختصار add component ونكتب هنا rigid body وضافا لنا rigid body اللي هو الجسم الفيزيائي نشغل اللعبة وزي ما تشوفون صار عندنا جاذبية وراح نستخدم rigid body عشان يهرق لنا اللاعب عن طريق الفورس او القوة نختار اللاعب add component نكتب player movement وحركة اللاعب ما رح تلقونا هنا مكتوب new script نضغط عليه عشان نسوي script جديد بالاسم هذا language نختار c sharp create and add نضغط ضغطتين هنا او هنا unity لما نسوي اي script سواء javascript او c sharp يضيف الدلتين الاساسية start و update start هي الدلتين اللي يناديها البرنامج اول ما يشتغل مرة واحدة بس عشان نجربها print start و update هي الدلتين اللي يناديها البرنامج في كل frame print update نضغط نضغط هنا يفتح لنا console زي ما انتم شايفين start كتبها مرة واحدة بس اما update قاعد يزيد 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 على كل frame نرجع للسكريفت بالنسبة لحركة اللاعب ما رح نحتاج للstart عشان ناثفر على rigidbody اول شي نحتاج ناخذ rigidbody و نحفظه في متغير public rigidbody player سيوي save و نرجع مرة ثانية زي ما انتم شايفين اضاف لنا سطر جديد مكتوب عليه player من نوع rigidbody نسحب ال rigidbody اللي عندنا الى هذا الفراغ نرجع مرة ثانية نكتوب player من نوع rigidbody dot يفتح الدوال اللي موجودة تحت rigidbody نبغى نضيف قوة زي ما انتم شايفين هنا add the force to the rigidbody القيمة اللي تقبلها هذه الدالة من نوع vector 3 new vector 3 واللي هي المحاورة الثلاثة x y z و كتجربة بداية الحركة الافقية بنكتب 100 نرجع مرة ثانية للعبة ونشغلها ctrl p أو command p للاختصار زي ما شفتو كان طاير لليمين واذا كتبنا ناقص أو سالب 100 يروح لليسار طيب اذا نبغى نتحكم بالobject هذا بناء على مدخلات اللاعب اذا ضغط يمين أو يسار a أو d unity يوفر هذه الدالة input get access نحتاج القيمة الوفقية horizontal وهذه فائدتها اذا اللاعب ضغط يمين أو d يعطينا موجب واحد اما اذا ضغط يسار او a يعطينا سالب واحد فباستخدام هذه الدالة نقدر نتحكم في قيمة القوة سواء يمين او يسار واذا اللاعب ما ضغط يمين او يسار ترجع قيمة صفر يعني الobject ما بيتحرك نحفظ نرجع مرة ثانية وشغل اللاعب نضغط يمين تمشي لليمين نضغط يسار تمشي لليسار او بالله صح تتقلب لليسار عشان نوقف او نجمد دوران اللاعب نعند rigid body constraints freeze rotation صار الobject ما يتأثر بالدوران نرجع نعيد نفس الشي لكن بدل الحركة الوفقية نبغى الطولية ليه فوق وتحت vertical نحفظ ونرجع نضغط فوق يمين زي ما انتم شايفين صار يتحرك لكن بحركة غير محدودة يعني يضيف قوة فوق اللي قبلها فوق اللي قبلها فوق اللي قبلها عشان نعطي limit او حد نضيف F الشرطية F player dot velocity dot magnitude عشان ناخذ السرعة الحالية اذا كانت اقل من 9 يعني اذا كان اذا كانت سرعة الجسم الفيزيائي اقل من 9 متر اذا كانت ثانية نضيف قوة وزي ما تشوفوا اذا حين صار عندنا حد للحركة وبكذا خلصنا الدرس اليوم شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا شوفكم في الدرس الجاهي كما معكم عمر بالفقيه والسلام عليكم ورحمة الله وركاته